اشتركوا في القناة واحد الرابطة المنكسرة نتيجة احتراك المعنسيون في جو من الاكسوجين هي رابطة ايه؟ هل تساهمية ولا ايونية ولا الفلزية؟ ما بين جزء الاكسوجين كان عبارة عن رابطة ايه؟ رابطة تساهمية سنائية نتيجة الحرارة حصل كسر لهذه الرابطة يبقى سنختار رابطة تساهمية رقم اتنين عند موازنة المعادلة المقابلة تكون قيمة نون شوفوا المعادلة ايه؟ كي زائد اتش تو او هدينا كي او اتش زائد ان اتش تو بتاع الناس المعادلة كده ونشوف ايه اللي هيحدوز فيها؟ عندي زرة واحدة بوتاسيوم داخلة بالتفاعل كيميائي وزرة واحدة خارجة من التفاعل الكيميائي بقى خلاص اسيب البوتاسيوم حالياً كم زرة هيدروجين؟ عندي زرتين هيدروجين داخلة في التفاعل الكيميائي الو اتش تو كم زرة خارجة؟ ادي زرة وادي زرة كمان هل ده هينفع؟ لا يبقى عندي 3 زرات خارجين من التفاعل الكيميائي يبقى لازم احط اتنين هنا جنب الاتش حط اتنين يبقى احط اتنين جنب الاتش ابصة لقى عندي ايه؟ عندي اتنين في اتنين اربع زرات هيدروجين داخلة في التفاعل الكيميائي بس 3 خارجين طب يطرق احط الاتنين هنا ولا احطها عند الان اللي يحدد لي ده الاكسوجين عندي كم زرة اكسوجين داخلة زرتين عندي هنا كم زرة خارجة؟ واحدة ينفع لا يبقى انا احط الاتنين هنا يبقى اصبح عندي بصوا اتنين زرة بوتاسيوم خارجين واتنين اكسوجين واتنين هيدروجين هنا غير دي طبعا تمام؟ يبقى انا عندي البوتاسيوم كم زرة اتنين يبقى احط اتنين هنا يبقى عندي زرتين بوتاسيوم داخلة في التفاعل الكيميائي زرسين بتوصل من خارجة من التفاعل الكيميائي. اتنين في اتنين باربع اربع هيدروجين داخلين في التفاعل الكيميائي. ادي اتنين. وادي اتنين. اهو. يبقى الان دي بتساوي كام? بتساوي واحد. بحط هنا واحد مكان الان. يبقى الان عندي هنا اهو بتساوي واحد. هل واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة? لا. بتساوي واحد. عرفنا ازاي? نحنا وزلنا المعادلة الكيميائية بحيث يتحقق فيها قانون بقاء المادة طيب تعالوا شوفوا السؤال رقم 3 أي من المعادلات الآدية تعتبر صحيحة وموزونة صحيحة وموزونة يتحقق فيها قانون بقاء المادة او المعادلة مجي زاد اتش تو او مجي او اتش زاد اتش تو طيب انا عندي كم هيدروجين زرية هيدروجين داخل زرتين كم زرية هيدروجين خارجين 3 ادي واحدة واحدة يبقى اذا المعادلة غير صحيحة وغير موزونة يبقى مش دي لها اختارها طيب تاني معادلة مجي زاد اتش تو او هدنا مجي او اتش باي تو زاد اتش تو طيب اخلي بالي برضو هنا كم زرية هيدروجين داخلها في التفاعل كميائي 2 كم خارجين ادي 2 ينفوا واحد يعني ب2 هيدروجين هنا و2 زرية هيدروجين هنا يبقى عندي 4 زرات هيدروجين نتجين من التفاعل الكيميائي هل ده ينفع الزرتين من الهيدروجين يدخلوا في التفاعل كميائي يخرجوا 4 لا طبعا غلط يبقى المعادلة دي برضو مش صحيحة وغير موزونة طيب الثالثة مجي زاد اتش تو او هدنا مجي او اتش زاد اتش تو طيب نبص برضو 2 في 2 بربع 4 زرات هيدروجين داخلين في التفاعل كميائي هدي الخارجين كام هدي زرات و هدي زراتين يبقوا 3 هل ده ينفع 4 زرات هيدروجين طبعا ما ينفعش طبعا للقانون بقاء المادة طيب الرابعة مجي زاد اتش تو او هدينا مجي او اتش باي تو زاد اتش تو طيب كام زرات هيدروجين داخلين هنا 2 في 2 بربع زرات هيدروجين داخلين في التفاعل كميائي كام خارجين ادي اتنين و ادي اتنين اربع زرات هيدروجين خارجة من التفاعل كميائي يبقى اذا معادلة او معادلة الزرات مصبوطة طب الماغنيسيوم زرات واحدة ماغنيسيوم داخلة زرات واحدة ماغنيسيوم خارجة طب الاكسوجين اتنين في واحد باتنين زراتين اكسوجين داخلين في التفاعل كميائي هنا اتنين في واحد باتنين وزراتين اكسوجين نتجين من التفاعل كميائي يبقى اذا المعادلة المعادلة رقم دال هي المعادلة الصحيحة الموزونة لان عدد زرات الداخلة في التفاعل كميائي سؤال رقم 4 قولي كتلة 2 من هيدروكسيد السوديوم تساوي كام جرام هل 80, 40, 20 ولا 10 علما بأن الكتلة الزرية الجرامية للسوديوم 23 والهيدروكسيد واحد والأكسوجين 16 طب تعالوا نشوف كده نحسابها مع بعض هذا عندي هيدروكسيد السوديوم N-A-O-H تكون من زر السوديوم زر أكسوجين زر هيدروكسيد السوديوم أنا عندي كام واحدة سوديوم 1 زر واحدة طيب الزر واحدة الكتلة الزرية بتاعتها كان 23 تمام Oraكسوجين زر واحدة كتلة الزرية بتاعتها كان 16 يبقى 23 زاد 16 الهيدروكسيد القتلة الزرية بتاعتها كان 1 يبقى إذاً 23 زاد 16 زاد 1 يساوي 40 جرام بس ال40 جرام ده قتلة جزيء واحد فقط من هيدروكسيد السوديوم طيب كتلة 2 جزيء يبقى أحضرب ال40 في 22 اهديني 80 جرام يبقى الإجابة الصحيحة هي 80 جرام تمام؟ لقبلها برضو كان رقم دال هي اللي الصحيحين بس معلمناش عنها السؤال رقم خمسة بيقول إيه؟ طبقاً لقانون بقاء المادة مجموعة قطة المواد الدخل في تفاعل كيميائي نقاط مجموعة قطة المواد الناتجة عنه هل هي ضعف أكبر من مساوي ولا أقل من؟ طبعاً مجموعة قطة المواد الدخل في تفاعل كيميائي بتساوي مجموعة قطة المواد الناتجة عنه يبقى إيه؟ هتبقى إيه؟ يساوي رقم ستة كل مما يأتي يعبر عن تفاعل مقابل عادة طب إيه هو التفاعل مقابل؟ طو مجي زياد أو طو سح ما عليه حرارة هدينا طو مجي أو أولاً هيقولي التفاعل اللي يتم بدون تسخين صح طبعاً دي صح ومش أخطرها لأنه قال ليه كل مما يأتي يعبر عن تفاعل مقابل معادة يعني اللي مش هيعبر عن التفاعل هو لنخطر لكن اللي الصح مش أخطر رقم بقى التفاعل مصحوب بتكوين روابط جديدة طبعاً أي تفاعل مصحوب بتكوين روابط جديدة تمام؟ تكون مادة بيضاء في نهاية التفاعل تمام؟ يعني التكون عبارة عن مسحوق أبيض طب رقم دال بيقول ليه؟ كتلة المواد المتفاعلة أكبر من كتلة الناتج طبعاً غلط ليه؟ لأن طبعاً لقانون بقاء المادة مجموعة كتلة المواد الداخلة في تفاعل كيميائي سوى مجموعة كتلة المواد النتجة من التفاعل الكيميائي السؤال رقم سبع يلزم لاحتراق 12 جرام من القربون احتراقاً 8 نقط جرام من الأكسجين لتكوين 44 جرام من غاز ثاني أكسيد الكربون يبقى أنا عندي هل هحتاج من الأكسجين 8 جرام؟ ولا 16 ولا 22 ولا 32 سؤال الثاني يلزم لاحتراق 12 جرام من القربون احتراقاً 8 كم جرام من غاز الأكسجين؟ طبعاً نكتب المعادلة كده كربون سي زائد اوتو ساحمة عليه حرارة هدينا غاز ثاني اكسيد الكربون سي اوتو بيقولي باخد 12 جرام من الكربون الكسوجين عايز كام جرام عشان هتكون 44 جرام من غاز ثاني اكسيد الكربون طيب يبقى احنا عندنا مجموعة قطة المواد الدخلة في التفاعل الكيميائي سوى مجموعة قطة المواد الناتجة عن التفاعل الكيميائي طب انا الدخل كام مفروض اربعة وربين جرام وخارج اربعة وربين جرام تبقى الكربون خدت منها كام 12 هتفضل كام للأكسوجين يعني زائد كام 12 زائد كام هدينا الاربعة وربين يبقى ازا اربعة واربين نقص اتناشر هدي ادينا اتنين وتلاتين جرام يبقى عند كتلة الاكسوجين هسوي كتلة غازل اكسود الكربون نقص كتلة الكربون فقط هتطلع عني اتنين وتلاتين جرام السؤال رقم 8 بيقولي تحقق المعادلة نقط قانون بقاء المادة يعني معادلة أنهي بتكون عدد كتل مواد الداخلة في تفاعل كيميائي سوى عدد كتل مواد الناتجة من التفاعل الكيميائي طبعا عشان كده عشان يحدث ده لازم تكون معادلة صحيحة وموزونة بتاع نشوف رقم ألف عندي كام زرة نيتروجين داخلة اتنين كام خارجة واحدة خالطيب قدين مش فتا يحقق طيب تاني معادلة عندي كام زرة نيتروجين داخلة واحدة كام زرة اكسوجين داخلة واحدة واتنين هي ثلاثة كام واحدة خارجة اتنين بس يبقى غلط لا يتحقق قانون بقاء المادة المعادلة غير موزونة تابعا هنشوف رقم كيم عندي كي سي أل زاد إي جي إنو أسري هدينا إي جي سي أل زائد كي إنو أسري عندي كام زرة بوتاسيوم داخلة واحدة كام زرة بوتاسيوم خارجة واحدة تمام كم كلور زرة واحدة دخلة وزرة واحدة خارجة تمام كم زرة فضة زرة واحدة دخلة وزرة واحدة خارجة كم زرة نيتروجين زرة واحدة نيتروجين دخلة زرة واحدة خارجة كم اكسوجين تلات زرات اكسوجين دخلين في تفاول كيميائي وتلات زرات خدجين من التفاول كيميائي يبقى ايزا هي دي المعادلة الصحيحة اللي هتحقق قانون بقاء المادة لانها صحيحة وموزولة يبقى رقم G طب دعا نشوف مع بعض رقم دال كانت عبارة عن ايه اتش تو او هدينا اتش تو زائد او تو زراتين هيدروجين داخلين بتفاعل كيميائي وزراتين خارجين طب تمام اوي طب الاكسوجين زر واحدة داخلها بتفاعل كيميائي وزراتين خارجين طبعا غلط يبقى زي ما قلنا هي رقم جيم يبقى تحقق المعادلة جيم قانون بقاء المادة لو هيقول لي ليه هقول لي ان مجموعة قطع المواد الداخلية بتفاعل كيميائي سوى مجموعة قطع المواد الداخلية من التفاعل كيميائي والمعادلة صحيحة وموزونة فيتحقق قانون بقاء المادة السؤال رقم تسعة تفاعلات نقط هي تفاعلات تشترك فيها مادتين او اقصر لتكوين مركب واحد جديد هل ما خدناش اساسا غير نقطة واحد من التفاعلات الكيميائية اللي هي تفاعلات الاتحاد المباشر تبهم الديني ايه الاحلال الاتحاد المباشر الانحلال طبعا هي تفاعلات الاتحاد المباشر الاحلال والانحلال دي ان شاء الله تاخدوها في سنة ثالثة اعدازي وربنا يوفقكم السؤال رقم عشر بيقول ايه كل مما يأتي من تفاعلات الاتحاد المباشر معادة طب نفتكر مع بعض تفاعلات الاتحاد المباشر قولنا هي ايه تفاعلات تشترك فيها مادتين او اقصر لتكون مركب واحد يعني بعد السام يكون مركب واحد طب تعالي نشوف رقم ايه ايه مادتين تمام كونتلي مركب واحد يبقى دي اتحاد مباشر صح مش اختارها طبعا لانه قال لي معده تمام رقم با ادي المادتين داخلين في تفاعلات الاتحاد المباشر طب رقم سي مادة واحدة شايفين داخلها في تفاعلات الاتحاد المباشر هتنحل الى مادتين يبقى غلط يبقى هي دي لا تعتبر تفاعلات انحلال مباشر تبدال او مادتين تمام داخلين في تفاعلات الاتحاد المباشر يبقى كل مما يأتي من تفاعلات الاتحاد المباشر مع هذا رقم C اللي هي K C I O 3 هادي دينا K C L زائد O 2 مع وزن المعادلة طبعا السؤال رقم 11 بيقولي التفاعل 2 S O 2 زائد O 2 هادينا 2 S O 3 يعتبر تفاعل اتحاد آه أبوص بقى هل عنصر فلزي مع عنصر لا فلز لا طبعا الاكسوجين عنصر لكن السؤوته ده مركب يبقى طبعا مش اختردي عنصر لا فلزي مع عنصر لا فلزي برضو غلط احنا قلنا ده لا فلزي مع مركب طيب عنصر مع مركب ايوة طبعا عنصر لا فلزي مع مركب طيب مركب مع مركب لا طبعا الاكسوجين عبارة عن عنصر يبقى تهادي عنصر لا فلزي مع مركب ليه رقم G عنصر مع مركب رقم 12 يتحد غاز النشادر مع غاز كلوريد الهيدروجين مكونة نقط من كلوريد الأمونيوم يتحد غاز النشادر مع غاز كلوريد الهيدروجين مكونة ايه من كلوريد الأمونيوم هراصب أبيض؟ محلول أبيض؟ مصحوق أبيض؟ ولا صحب بيضاء؟ أيوا برافو عليكم صحب بيضاء من كلوريد الأمونيوم وده عبارة عن اتحاد مركب مع مركب مين فاكر المعادلة التفاعل اللي هو غاز انو شادر مع كلوريد الهايدروجين تمام انو شادر زائد كلوريد الهايدروجين هالنو شادر زائد كلوريد الهايدروجين هالتش سي ال طبعا مركز يعني كونك سي او ان سي كده نقطة يبقى ده عبارة عن مركز تعبارة عن انتحاد مباشر مركب مع مركب هادينا ايه ان اتش فور سي ال صحب بيضاء من كلوريد الامونيوم تمام تعالوا بقى سؤال رقم 13 المواد الناتجة عن احتراق الالياف السيرولوزية تؤدي الى الاصابة بايه الالياف السيرولوزية قلنا زي الورق والسجائر هل سرطان الرئة الاغماء اللي محدى بالمعدة ولا التهاب العين تمام سرطان الرئة عشان كده بنقول التدخين ضر جدا بالصحة السؤال رقم 14 تزداد معدلات الاصابة بنقاط بين المدخنين طبعا لسه قلنا في السؤال قبل كده هل سرطان الرئة ولا تهيج الجهاز العصبي والانتفاخ القولون ولا فقدان البصر قلنا ايه طبعا سرطان الرئة تمام جدا السؤال رقم 15 ارتفاع نسبة غاز نقط في الغلاف الجوي وقدي الى رفع درجة حرارة الجو او الاكسيد الكربون اليا سي او ولا سان اكسيد الكربون سي او تو ولا سان اكسيد الكابريد اس او تو ولا ثالث اكسيد الكابريد اس او سري ارتفاع لدرجة حرارة الغلاف الجوي ده بسبب سان اكسيد الكربون وهي ما تسمى بعمل الصوبة الزجاجية السؤال رقم 16 زيادة نسبة أكاسد الكابريت في الهواء الجوي يؤدي إلى الصدع والدوار تفاع درجة حرارة الأرض تهيج الجهاز التنفسي ولا تهيج الجهاز العصبي طبعا زيادة نسبة أكاسد الكابريت في الهواء الجوي يؤدي إلى تهيج الجهاز التنفسي وتآكل المنشآت أختار هنا تهيج الجهاز التنفسي آخر سؤال معنا تتولد أكاسد نقط أثناء حدوث البرق هل أكسيد الكابريت الكربون النيتروجين ولا ألفه باق معا يعني الكابريت والكربون لا طبعا أثناء حدوث البر تتكون أكسيد النيتروجين التي تسبب تهاجه الجهاز العصبي والتهاب العين أتمنى يكون درس النهاردة سهل وبسيط وفهمتموه لو في أي مشكلة سيبوا لي في الكومنت وأنا هرد عليكم ساعدت بيكم جدا وإن شاء الله نتقابل حلقة الجاية مع حصة جديدة تابعونا اشتركوا في القناة